دايماً ربنا زي ما يرزق النملة في الحجر أكيد هيرزقنا يا ودعمي وبعدين يعني الصيد ده محتاج صبر فنصبروا أقول لك إيه ما تجي نروحوا ونصيدوا في المكالة هناك ده ما فيوش حاج المكالة هناك ممنوع لدعمي ويضربوا عن ناس نار وناس هناك عفشين وقطعين أرزاق بلاد الله واسعة قطعين أرزاق كيف يعني هو البحر بتاحد مش بتاحد لكن تحت بوتهم ويتملكوا في الناس ملكوا في الناس ها أقول لك إيه إحنا هنروحوا وسيبها على الله أودني خلينا بعيد يا رجل سيبها على الله ربك كبير ما عياخدش الروح غير اللي خلقها أنا قلت له وفيها اللي جيد رحمة على الله يا راجع المكان دمازيا نعم بس على كده أعلي بالك من الإحجار باش ده أنت رجلك جابتك لحدك عنديني وما خفتش منيني ده إحنا هنا عاملين كال لنفسني وأي حد ينزل منطقتني يدفع عتاوة خبره يا بوي وبعدين أنا بسيطي في حالي هو البحر بتحد رزقه ورزقك على الله يا أخي ما أنت ناصح وبتقول رزقه ورزقك على الله وإحنا رزقني الأتاوة يعني لما تاقي تصيد تسعى لمن كبير الجزيري جدع والأتاوة حسب السمك اللي هتصيده شفت شفت إحنا حقالين إزاي والنص بالنص وليه رأيك أنت هنقلم عبده كلامك حلو كلامكم حلو يا علة عمي ولو زوادهم معانا شوي هناخدوا الرزقه كله وليه رأيك يا مكدن صح كلامك معقول يا والد عمي وإحنا فضارك يا والد عمي كنت يا طب مش حرامي أنت تاخدوا أتاوة من ناس رزقها يوم بيوم أصحاب بيوت ليه النص الناس كل يوم شغالوا تعبانا أرزقها على الله تاخدوا النص وإنت قاعد في بيتها استنى والد عمي لإما المركب تلزمنا باللي فيه وإنت اللي عامل فيها شيخ وشغال تقول رزق ومش رزق الرزق اللي عنديكم دي اتعمل لنحن وإنت قد أنت ياللي مسك العصاية وواقف قلت لك كم مرة نيه اللي هيجي هنا فيكم هيتقل منه وإحنا دلوقت عاوزين الأتاوة اللي ممشينا عن ناس كله بص يا بو عمي انت وهو احنا هنشيبوا المكان ونمشوا ولا نص ولا رب ويا دار ما دخلك شر شغل يا محمى احنا ناس غلابة يا بو عمي ومعنا عيال عايزين نربوها ومش فضيل المشاكل سلام عليكم وكف يا ادراع فيه هو تخول الحمام زي خروجي ولا يا انت هنا في مملكة المعلم عبده الله دحكتني وانا مش عايز اضحك يعني انت قيت مكاني وصي ناس وعلي تعمي وعاوز تسي السماء وبالسهولة داي عايز تمشي دان تجنيه خالد احمد اتوهم كن عبيض دي